بعد ثلاثة أشهر من اختفائه ظهر الصحفي الياباني كينجي جاو أخيرا في تسجيل لتنظيم الدولة وهو برفقة ياباني آخر يدعاها رونيوكاوى ليهدد التنظيم بذبحهما ما لم تدفع الحكومة اليابانية 200 مليون دولار خلال مهلة أقصها 72 ساعة فقط إن حكومتكم قررت بحماقة أن تدفع 200 مليون دولار لحرب الدولة الإسلامية فلديكم الآن 72 ساعة للضغط عليها لدفع 200 مليون دولار حفاظا على حياة مواطنكم مطلعة شرين الأول من العام الماضي دخل كينجي إلى الشمال السوري عبر معبر باب السلامة وحصل على تصريح خطي للذهاب إلى مدينتي ترفعة ومارع الخضيعتين لسيطرة الثوار إلا أنه توجه بعدها إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة ومنذ ذلك الحين فقد الاتصال به عمل كينجي كصحفي مستقل فوثق جرائم نظام الأسد بالصوت والصورة لينقل معاناة السوريين إلى شاشات التلفزة اليابانية والعالمية كما شارك الناشطين العديد من الفعاليات الثورية في مدينة حلب إضافة لدورات في الصحافة قدمها لهم تردد كينجي إلى مدينة حلب أكثر من مرة أجرى خلالها مقابلات مع قيادات مدنية وعسكرية ليؤكد أكثر من مرة بأن الشعب الياباني يقف إلى جانب السوريين بعيدا عن موقف حكومة بلاده إحتجاز الرهينتين لم يحدث أي تغيير في تعهدات اليابان بتقديم دعم غير عسكري للدول المتضررة من تنظيم الدولة حسب ما أعلن رئيس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي مؤكدا أن بلاده لن تردخ للإرهاب حسب وصفه